كثيرة هي نقاط الخلاف بين إسرائيل وحماس في المفاوضات الحالية لكن أبرزها هو تمسك إسرائيل بالبقاء في محوري فلاديرفي ونتساليم وعدم الانسحاب منهما يقع محور فلاديرفي والذي يعرف أيضا بمحور صلاح الدين على امتداد الحدود بين القطاع غزة ومصر ضمن منطقة عازلة بموجب اتفاقية كام ديفيد بين تل أبيب والقاهرة لا يتجاوز عرض هذا الشريط الحدودي مئات الأمطار ويمتد بطول 14.5 كيلومتر من معبر كرم أبو سالم شرقا حتى سواح الغزة على البحر المتوسط غربا بموجب هذه الاتفاقية يسمح لإسرائيل أو يسمح لها ويسمح لمصر بنشر قوات محدودة محدودة العدد والعتاد بالتأكيد على ذلك المحور وذلك بهدف القيام بدوريات لمنع التهريب والتسلل كانت إسرائيل إذن تسيطر على المنطقة دال التي تتضمن محور فلاديلفي حتى انسحابها وتسليمها للسلطة الفلسطينية عام 2005 ولترتيب تواجد مصري بقوات حرس الحدود التي يقدر عددها بنحو 750 جندي في توقيع اتفاقية بين إسرائيل ومصر جديدة باسم اتفاقية فلاديلفي باحتبارها ملحقا لاتفاقية كام ديفيد أتاحت إذن هذه الاتفاقية أيضا أتاحت بتواجد قوة عسكرية إسرائيلية محدودة من أربع كتائب مشات وتحصينات ميدانية ومراقبين أمميين دون تواجد الدبابات أو المدفعيات أو الصواريخ ما عد الصواريخ الفردية أرض جو عادة ما تزعم إسرائيل أن حماس تحصل على معظم أصل أسلحتها من التهريب عبر الحدود بين مصر وغزة وعبر أنفاق عدة تحت محور فلاديلفي إذن بينما تقول مصر أن العمليات الإسرائيلية على طول الحدود تهدد معاهدة السلام بين البلدين إذن أما ممر نتسارين فيبلغ طوله نحو ستة كيلومترات ويمتد من الحدود الإسرائيلية مع قطاع غزة إلى الساحل البحر المتوسط وسط القطاع أي أنه يفصل غزة وشمال القطاع عن وسطه وجنوبه وأسمي هذا المحور على اسم مستوطنة كانت قائمة قبل 2005 في مكانه قبل أن يوجد الجيش الإسرائيلي سكان نتسارين في طريق خطة فك الارتباط عن غزة منذ مارس الماضي أنشأت إسرائيل ثلاث قواعد في محور نتسارين معتبرة أنها بحاجة لآلية في المحور لمنع المسلحين من العودة من الشمال أو إلى الشمال من الجنوب إلى الشمال وفيما ربط رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو بسيطرة بلاده على نحور فلادلفي لضمان نزع سلاح حماس ومنعها من تجديد ترسانتها من خلال أنفاق التهريب اعتبر نتنياهو أيضا أن السيطرة على ممر نتسارين ضرورية لمنع حماس من نقل المسلحين وربما الرهائن من الشمال إلى الجنوب أيضا أو العكس لذا فإن الإسرائيليين ينظرون إلى هذا المحور أيضا باحتباره نقطة محورية عمليا السيطرة الإسرائيلية على الممرين تتطلب إغلاق الطرق وإقامة أبراج حراسة ونقاط تفتيش وغيرها من المشاءات العسكرية تعتبر نقاط التفتيش إذن من بين أكثر مظاهر السيطرة العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية وفي غزة قبل انسحابها عام 2005 كما تصر إسرائيل في المفاوضات الحالية على فرض قيود على عودة النازحين من جنوب القطاع إلى الشمال وتفتيشهم عبر نقاط المراقبة التي أنشأتها والتي تعتبرها ضرورية للأمنة بينما ينظر الفلسطينيون إليها باحتبارها انتهاكا لحياتهم ومقدمة لسيطرة عسكرية دائمة وعودة المستوطنات ترجمة نانسي قنقر